وسط تحالف غربي مع أوكرانيا توسع روسيا تعاونها العسكري مع حلفائها وعلى الرغم من أن التعاون العسكري بين موسكو وطهران لم يعد سراً فإن التقارب بين البلدين يثير مخاوف الدول الغربية وعلى رأسها واشنطن التي قالت إن موسكو تدرس إرسال طائرات مقاتلة إلى طهران في إطار تعاون عسكري موسع ودفاعي غير مسبوق بين البلدين البيت الأبيض رجح أن التعاون العسكري بين موسكو وطهران سيشمل مجال الصواريخ والإلكترونيات والدفاع الجوي إضافة إلى إرسال مروحيات هجومية وردارات وطائرات تدريب قتالية ضمن صفقات بمليارات دولارات وفق التقارير وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا أعربت عن قلقها بشأن التعاون العسكري المتزايد بين إيران وروسيا خلال مؤتمر ميونيخ للأمن الدول الأربع لم تخفي في بيان لها تخوفها من التعاون في الاتجاهين بين موسكو وطهران وانعكاساته على الأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها قلق غربي قد يعمقه إعلان طهران عن تطوير صاروخ كروز إذ كشف الحرس الثوري الإيراني أن صاروخ باوه الجديد يبلغ مده 1650 كيلو مترا قد تمت إضافته إلى ترسانة الصواريخ الإيرانية ترجمة نانسي قنقر